أهلا بكم حصلت الحكومة الإسرائيلية الجديدة على ثقة الكنيست بغالبية 73 نائبا ومعارضة 46 وخلال خطابه أمام الكنيست قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بن يمين نيتانياهو إن الوقت قد حان لإعلان السيادة الإسرائيلية على مستوطنات الضفة الغربية وستمارس الحكومة الائتلافية الإسرائيلية الجديدة مهامها لمدة ثلاث سنوات ويتناوب على رئاستها كل من بن يمين نيتانياهو وبني كانتس حكومة إسرائيلية جديدة تبصر النور وسط كم الصياح المعارض هذا وتنهي جمودا سياسيا روح مكانه عاما ونصف العام الخطوط العريضة لبرنامج الحكومة أعلنها رئيسها بن يمين نيتانياهو أبرزها فرض السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية ومواجهة كل من يحاسب الاحتلال وجرائمه فضلا عن مواصلة الحرب على النفوذ الإيراني أينما وجده هذه الحكومة حكومة الحركة الصهيونية هذا البلوك الصهيوني كله تجمع في هذه الحكومة من أجل أن يستمروا فيما أعلن أو ما هو في باطنهم من عمليات ضم طول المدة للوصول إلى هذه التوليف الحكومية لم يكن معيارا يعيد بتغيير الخارطة السياسية فاليبين بقي حاكما متحكما ومتجنبا أي محاسبة قضائية قد تهدد بقاء زعيمه زعيمه الذي اختار خطا واضحا في كتابة تاريخ جديد للصهيونية وتمكينها كما يقول ما هو مطلوب منها هو واحد إلغاء كل ما تم الاتفاق عليه مع إسرائيل إعادة هذا إعادة اللحمة الوطنية للشعب الفلسطيني والتقدم في الصفوف الأمامية ودفع الثمن وتكلفة هذا التوجه وعندها يكون هناك انتفاضة شاملة واسعة إذن وسط موجة التطرف المستجدة التي وصلت بوصول الحكومة الجديدة في إسرائيل يبقى الاهتمام حول رد فعل فلسطيني شعبي أو رسمي قد لا يريح تل أبيب في الشكل هي حكومة طوارئ إسرائيلية للتعامل مع أزمة تفشي وباء كورونا وتداعياتها كافة أما في المضمون فهي حكومة جاءت لترفع حالة الطوارئ التي طبعت المشهد السياسي الإسرائيلي وضعطا الضم والسياسات الاستعمارية المرافقة له في رأس السلم أولوياتها أمير خطير التلفزيون العربي القدس من ناحيتها أدانت وزارة الخارجية الفلسطينية تصريحات نيتانياو خلال جلسة تنصيب الحكومة الإسرائيلية الجديدة واعتبرتها تلاعبا عنجهيا بالكلمات وتضليلا علنيا للمجتمع الدولي وقالت الوزارة إن تكرار نيتانياو لهذه المواقف يعتبر تأكيدا جديدا على معاداته الإيديولوجية للسلام متهمة الإدارة الأمريكية بالانحياز الكامل للاحتلال وسياسته وتشجيعه على مواصلة تغوله على حساب الحقوق الفلسطينية ودعت الوزارة لموقف دولي حازم لإجبار دولة الاحتلال على التراجع عن تهديداتها في ظل استهتار نيتانياو بالإجماع الدولي الحاصل على رفض أي عمليات ضم بالذفة الغربية وينضم إلينا من بيروت أسامة حمدان القيادي ومسؤول العلاقات الخارجية في حركة حماس مرحبا بك أمام الحركة اليوم موقف صعب والسهل لحد الآن أن تندد الحركة وأن تندد السلطة الفلسطينية بالخطوات التي يود نيتانياو أن يقطعها ولكن يبدو أن الخيارات أصبحت ضيقة إما أنكم في حماس تضعون ليادة في يد السلطة الفلسطينية بإكرهات نعلم ذلك لتمتين الصف الفلسطيني ومواجهة الخطر ودفع الثمن إذا كانت تحتم ذلك وإما أن تواصل حماس اتهاماتها للسلطة الفلسطينية وهذا ليس في مصلحة أحد بسم الله الرحمن الرحيم أولا اسمح لي أخي الكريم أن أقول أن حكومة العدو التي تشكلت اليوم هي حكومة تعبر عن المشروع الصهيوني الأيدولوجي الذي يرى أن أرض فلسطين هي كلها أرض للكيان الصهيوني بل إنه يتطلع إلى أن يكون هذا الكيان من الفرات إلى النيل ولذلك من غير المناسب البكاء على اللبن المسكوب والحديث أن فرص السلام قد ضاعت فقد انتهى ما يسمى مشروع السلام ولذلك نحن في حماس كنا قد بادرنا منذ إعلان صفقة ترامب في البيت الأبيض باتصالات مباشرة مع رئاسة السلطة الفلسطينية وتولى ذلك الأخ رئيس الحركة الأخ الأستاذ إسماعيل هنية وقدمنا تصورا واضحا لما ينبغي أن نقوم به جميعا كفلسطينيين في مواجهة هذا المشروع ووضعنا لذلك أربع قواعد أساسية المسألة الأولى إعادة ترتيب البيت الفلسطيني على إساس استعادة المشروع الوطني الفلسطيني القائم على المقاومة والتحرير والعودة المسألة الثانية إطلاق برنامج للمقاومة الشاملة بمستويها الشعبي والعسكري تتضافر كل الجهود الفلسطينية في مواجهته الثالثة إعلان انتهاء مسار التسوية وأن كل ما قدم من الجانب الفلسطيني في هذا المسار قد أصبح بحكم الملغة والمسألة الرابعة إعادة ترتيب العلاقات الفلسطينية إقليميا ودوليا لتشكل حماية المشروع الوطني الفلسطيني لحد الآن نعرف الشروط شروط حماس استجيل حماس في ميدان الشروط ولكن لا نعرف التنازلات التي يمكن أن تقدمها حماس للسلطة لتمتين الصف الفلسطيني في هذا الظرف الصعب على الجميع أولا ما ذكرته هي ليست شروط لحماس هي موقف يعبر عن مسؤولية وطنية فلسطينية ولسنا وحدنا في هذا الموقف بل معظم الفصائل الفلسطينية ولكننا أيضا إذا أردت أن تسأل ما الذي فعلناه كذلك نحن دعونا الأخ محمود عباس إلى عقد الهيئة القيادية أو اللجنة القيادية العليا لمنظمة التحرير والتي وفق اتفاق القاهرة تتشكل برئاسته وعضوية أعضاء اللجنة التنفيذية للمنظمة والأمناء العامين للفصائل كي تضع هذه اللجنة كل برنامج مواجهة هذه الخطوات الإسرائيلية وأنا أعتقد أن هذا ليس تنازلا ولا شرطا بل هو أمر قد اتفقنا عليه وحماس تدفع باتجاه تنفيذه بكل ما أتيت من قوة لكن هل يعني ذلك أنه إذا لم يستجب في رام الله لهذه المطالب الوطنية الفلسطينية أن تبقى المقاومة وفصائلها مكتوفة اليدين بكل تأكيد لا نحن نفضل وحريصون أن يكون هناك حراك وطني عام تشارك فيه كل القوى الفلسطينية والفصائل الفلسطينية ولكن إذا تعذر ذلك فالمقاومة لا تحتاج إذنا من أحد وردة الفعل الشعبية لا تحتاج إذنا من أحد ولهذا نحن نقول أن السلطة في رام الله بين خيارين إما أن تستجيب لإرادة الشعب الفلسطيني وإما أن تستمر في الركض وراء أوهام التسوية التي بخرها ترامب بصفقته ويبخرها اليوم نتنياهو بخطابه أو أن تستجيب لإرادة الشعب الفلسطيني ونحن سنكون عونا لها ما استجابت لإرادة الشعب الفلسطيني في مواجهة المشروع الصهيوني الذي نعتقد أنه يتهددنا جميعا وليس جزءا منه ولكن هناك نعتقد أن هناك في رام الله من يفكر بطريقة مختلفة من يقول ما زالت هناك المجموعة الدولية ما زال هناك الاتحاد الأوروبي وما زالت هناك الجنائية الدولية ولكن لكي يصبح هؤلاء شركاء للقضية الفلسطينية في مثل هذه الظروف لابد من شروط وتنازلات وتفاهمات هل حماس مستعد للذهاب في هذا الخط؟ لقد قدمت قيادة منظمة التحرير وقيادة السلطة تنازلات عديدة وبالمجان على مدى أكثر من 27 عام من توقيع اتفاق أسل وما سبقه من تفاوض ولم تكن النتيجة شيئا ذا قيمة أو شيئا يذكر بل نحن نواجه اليوم احتمالات الاستلاء الكامل على الأرض الفلسطينية نحن نعتقد في حركة حماس أن المجتمع الدولي لا يستجيب إلا إذا أدرك أن المقاومة وأن إرادة الشعب الفلسطيني صلبة وعنيدة ولكن المجتمع الدولي إذا شعر أنك مستعد للتنازل وأنت الضعيف فسيضغط لتتنازل مزيدا من التنازلات ولذلك أنا أقول أن الدور الإقليمي والدور الدولي مطلوبان ولكن دون إرادة وطنية ودون قوة وطنية فلسطينية ومقاومة فلسطينية سياسية وميدانية شعبية وعسكرية الموقف الدولي لن يتحرك والموقف الإقليمي لن يتحرك ولهذا إذا أردنا أن نكسب هذه المواقف أو أن نؤثر فيها فعلينا أن نواجه عدونا ونثبت للعالم أن إرادتنا غير قابلة للكسر وعصية على الخضوع وعندها سيسمع العالم صوتنا ويمارس ضغطا حقيقيا على الكيان الصهيوني والذين يريدون الضغط على الكيان الصهيوني سيزدادون شجاعة وإرادة في ذلك وأنا أقدر ما تفضلت به حول موقف أوروبي رافض لضم المستوطنات لكن هذا الموقف لن يكون فائلا ومؤثرا في الضغط على واشنطن أو على الكيان الصهيوني ما لم تكن هناك إرادة وطنية ضغطة على المشروع الصهيوني في الميدان وعلى أرض فلسطين أسام حمدان القيادي ومسؤول العلاقات الخارجية في حركة حماس حدثتنا من بيروت شكرا جزيلا لك وننتقل الآن إلى فقرة مواقع التواصل الاجتماعي والزميلة بادر سليم تفضل أهلا بك كمال وسنقى في نفس الموضوع الانتخابات في دولة الاحتلال بعد تعثر سياسي دام لأكثر من عام صادق الكنيسة الإسرائيلية على الحكومة الائتلافية الجديدة برئاسة بن يمين نتنياهو وبموجب اتفاق تقاسم السلطة يسلم نتنياهو المنصبة لمنافسه بن جانس ضعيم حزب أبيض أزرق بعد ثمانية عشر شهرا غريمال أمس وضع خلافاتهما جانبا وتوافق على بسط السيادة الإسرائيلية على المستوطنات اليهودية وغور الأردن والتي تمثل 30% من الضفة الغربية المحتلة نتنياهو الذي يمثل خلال أسبوع لمحاكمة بتهم الفساد أكد أن المستوطنات هي مكان ولادة الأمة اليهودية وستكون ضمن أي تسوية مستقبلية وقال إن حكومته ستستمر في إحباط محاولات الجنائية الدولية تهام الجنود الإسرائيليين بارتكاب جرائم حرب وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي اعتبر التهديدات المتعاقبة لنتنياهو ووزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو تآمرا أمريكيا إسرائيليا لتدخل في استقلالية المحكمة والتنمر عليها والضغط بمنعها من فتح التحقيق بجرائم الاحتلال هذه التطورات أثارت ردود فعل على مواقع التواصل الاجتماعي نأخذ أولا تغريدة للصحفية نوغي ترنوبولسكي التي قالت خطاب نتنياهو تضمن عدة مقاطعة الرشوة والاحتيال وخيانة الثقة هذه بعض من الاتهامات التي يحاكم نتنياهو بشأنها في أسبوع واحد الناتق باسم حركة المقاومة الإسلامية حماس حزم قاسم قال مطلوب توحيد كل جهود وطقات شعبنا من أجل مواجهة أو من أجل مواجهة سياسة هذه الحكومة المتطرفة التي تضع موضوع ضم الضفة الغربية في سلم أولوياتها وعلق الباحث دكتور صالح نعامي مطلع يوليو سيشهد بدء تطبيق ضم غور الأردن والمستوطنات عفوا لإسرائيل المهزل أن دولا أوروبية وأنظمة عربية تستغيط بجانس شريك نتنياهو في الحكومة الجديدة لكي يمنع الضم وأيضا عن ابتداع حقائب وزارية جديدة كتب المحلل السياسي خليل جهشان نتنياهو يكشف نوياها الحقيقية فيما يتعلق بالسلام المستقبلي مع الفلسطينيين من خلال إنشاء وزارة الجديدة لشؤون الاستيطان وفي تغريدة أخرى قال هذا المغرد بول دافا يقول يبدو أن المحكمة الجرائية الدولية تخيف المدافعين عن إسرائيل إنهم يبدلون كل الجهود بوقف المسائلة ولكن العدالة والحقيقة ستنتصر نعود إليك كمال وأكيد العدالة ستنتصر يوميا شكرا بدر شكرا